اشتركوا في القناة التصدع والمتشعب هو الأول والأكثر حركة ويمر بمناطق بحر إيجا وبحر مرمرة وصدع شمال الأنادول بطول 1350 كم ويمر في المناطق المقابلة للبحر الأسود فضلا عن الصدع الذي يمر في شرق الأنادول ويصل طوله إلى نحو 530 كم منذ أكثر من عشرة أيام أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والتي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر حالة كبيرة من الجدل والقلاق وخلف وراءه ألاف الضحايا والمصابين والناجين الذين تم انتشارهم من أكثر وكانت تداعيات الجيولوجية التي خلفها الزلزال وخاصة الهزات الالتدادية التي تلته في غاية الخطورة إذ أزاحت الكارثة تركيا وحركتها نحو الغرب بمقدار ثلاثة أمتار كاملة حيث تحركت الصفائح التكتونية بمقدار ثلاثة أمتار غربا نظرا لقوة الزلزال الهائلة تلك التداعيات الجيولوجية لا يشعر بها الإنسان مباشرة كما لا يشعر بدوران الأرض وحركتها وبما يدور في باطنها تركيا تتحرك نحو الغرب بمقدار أمتار خريطة العالم تتغير بالكامل بعد الزلزال المدمر البنية التحتية تنهار وظاهرة غريبة وتغيرات طريقة تثير المخاوف فما الذي حدث؟ اي حركة مفاجئة قد تخلف نتائجا كارثية حيث أن حجم الصفائح التكتونية يرتبط عادة بقوة الزلزال الذي يحدث ويمكن للهزات الزلزالية أن تحرك تركيا نحو 5 أو 6 أمتار غربا في المستقبل وهناك قاعدة ثابتة ما تقول أن الزلزال العنيف قد يحرك الصفائح بين 10 أو 15 مترا وكقاعدة عامة يرتبط زلزال بقوة 6.5 إلى 6.9 درجة بإزاحة الصفائح نحو مترا واحدة أما الشيء الذي يزيد من الأمر خطورة هو أن الإزاحات الأفقية للصفائح يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية للمدن التي ضربها الزلزال والتي شهدت تحركا بمقدار 3 أمتار بما في ذلك أنبيب المياه وكبلات الكهرباء وخطوط أنبيب الغاز والأنفاق فلم يكتفي الزلزال بما أحدثه من خرابا بما ساوى بالمدن التراب وأعداد الضحايا الهائلة في طريقه لهدم البنية التحتية بما يعني المزيد من الخسائر الاقتصادية الفادحة ترجمة نانسي قنقر نوبي تركيا وقد أثرت هذه التغيرات الطريقة على الجبل الكثير من المخاوف والسبب الأول في هذه الظاهرة أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجة تعادل واحدة ميجا طن أي مليون طن من مادة تي أنتي والتي تعادل قوة 500 قنبلة ذرية والتي على إثرها تحركت طبقات الطين الحجرية الصهارية على عنق 41 كم وشكلته بركانا في جبل كوشا كياسي بقذف البازيلت الساخن عند 2000 درجة مئوية تلك الحمام البركانية بالإضافة إلى الرمادي وبخار الماء والثلج الذي خلج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشا كياسي أذاب الثلج الذي كان على الجبل كما أنه تدفق إلى سفح الجبل بسرعة 40 إلى 6 كم في الساعة كسائل ساخن مع الوحنة وعلى الرغم من أن الدخان المتصاعد من الجبل أحدث قلقا كبيرا إلا أن إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت أنه لا يوجد تدفق للحمام البركانية أو رماد البركاني أو نفط أو غاز في المنطقة ولكن لم تقدم المؤسسة تفسيرا للصور التي تم تدولها بكثافة لمنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر حاولت تفسير سبب الكسائر المدمرة التي نجمت عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا علماء أفادوا أن الزلزال تسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كم بينما يعرف بالصفيحة الأناظولية والصفيحة العربية فضلا عن أن عمقه كان على نحو 18 كم عند فالق شرق الأناظول وبعدها مباشرة أطلق الزلزال موجات باتجاه الشمال الشرقي مما تسبب في حدوث ضمار واسع في تركيا وسوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة